زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة المديرية العامة للدفاع المدني والتقى مديرها العام اللواء مصطفى البزايع حيث اطمأن على الخدمات التي يقدمها جهاز الدفاع المدني في مختلف مجالات الاختصاص جلالته أكد ضرورة إدامة عملية التطوير والتحديث لجهاز الدفاع المدني بما يضمن الارتقاء بسوية الأداء إلى أعلى المستويات وقد أعرب جلالته عن اعتزازه بجهود منتسبي جهاز الدفاع المدني الدؤوبة للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم من الأخطار والتعامل مع مختلف الحوادث بكفاءة وحرفية عالية كما استمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجازا من المدير العام للدفاع المدني حول استراتيجية الجهاز وخططه التطويرية الطموحة خاصة تلك المتعلقة بالتوسع الأفقي من خلال استحداثه مواقع جديدة للدفاع المدني ورفضه بالآليات والمعدات الحديثة والكوادر المدربة والمؤهلة قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار البنزين بأنواعه ورفع سعر السولر اعتبارا من بعد منتصف هذه الليلة تفاصيل أوفا تتابعونها في نشرتنا الاقتصادية بدأت أمانة عمان الكبرى بالتشغيل التجريبي لكاميرات مراقبة السرعة التي تم تركيبها في عدد من شوارع العاصمة بهدف التقليل من الحوادث المرورية التقرير التالي والتفاصيل أمانة عمان الكبرى تبدأ غدا بتشغيل كاميرات مراقبة السرعة الجديدة التي قامت بتركيبها على شوارع رئيسية في العاصمة بشكل تجريبي وستعمل على تسجيل ضبط السرعات للحد المسموح دون تسجيل مخالفات بحقها ولمدة تستمر من أسبوعين إلى شهر مواطنون أبدوا ارتياحهم لوجود مثل هذه الكاميرات واعتبروها وسيرة رادعة للمخالفين مما يؤدي إلى التقليل أو الحد من حوادث السير الناجم عن التجاوزات المرورية تجاوزات كثير عم بتصير على الشمال وعاليمين المفروض أنه يكون في كاميرات حتى تلقط الناس هاي والمفروض أنه كمان عشان الإشارة ما يقطعوها حمرة ولا تصير حوادث تانية والمفروض كمان أنه يتحاكموا قبل أن نتكلم عن جباية وما جباية هي مهمة لمصلحة المواطن لأنه في ناس يعني نحن مش بدول غربية إذا ما في كاميرات وما في شرط سير العالم تخش ببعضها وتدمر بعضها مواطنون آخرون وصفوا هذه الكاميرات بخير وسيرة تستخدمها الحكومة لرفض خزينتها وتطبيق نهج الجباية كما يقولون بالحدد هذا وبالأماكن اللي بحطوها أماكن مخفية أصبحت كاميرات الخدف منها الجبل المادي والاستغلال المواطن من خلال المخالفات اللي هي عابق وما بتحملها حقيقة يعني واللي احنا معها الكاميرات وبيتنا كاميرات بس تكون الكاميرات واضحة في أماكن واضحة في أماكن فعلا فيها السرعة الأمان يعني في أماكن كاميرات عندنا في عمان لم المصاري يعني في أماكن صراحة يعني مش موجودة عليها كاميرات تحتاج كاميرات مواقع هذه الكاميرات الجديدة تشمل شارع الأمير حسين بن عبدالله الثاني وشارع الملك رانيا العبدالله وطاريخ ياجوز وشارع المطار وشارع الأردن وانزول السفارة الأمريكية حمز الشوابكي رؤيا عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب لقاءا مع الأحزاب السياسية بهدف إلقاء الضوء على الاستعدادات لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة المزيد في هذا التقرير استعداد تام لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات هذا ما أكدته الهيئة المستقلة للانتخاب في اجتماعها مع الأحزاب السياسية اليوم باتخاذها كافة التدابير اللوجستية والبشرية اللازمة لإجرائها بالإضافة إلى قانون قواعد الحملات الانتخابية والنصوص القانونية الناظمة لها وفقا لقانون البلديات وقانون اللامركزية في هذه الورشة ناقشنا محورين الأول هو آلية الاقتراع والفرز كيف تجري كيف الإدلاق بالصوت وكيف تتم عملية الرقابة على هؤلاء العاملين في العملية الانتخابية في المحور الثاني العنوان المهم في هذه المرحلة هي الدعاية الانتخابية وضبطها والتعليمات التي تحكم هذه العملية الهيئة شددت على أهمية مشاركة الأحزاب السياسية ودورها في العملية الانتخابية لترسيخ النهج الديمقراطي وتعميقه وتجديره بالإضافة إلى حرص الهيئة على اتباع نهج التشاركية في العملية الانتخابية لضمان الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة شفافة البشرية لغاية الآن لم تعرف شكل أرقى من العمل المنظم في تنظيمات سياسية سواء كانت أحزاب أو تيارات أو اتلافات أو جبهات أو حتى ناشطين أو مجاميع ضغط سميها ما شئت لكن الفكر الأساسي هو العمل المنظم المعبر عنه بشكل حزب أو أي تنظيم سياسي آخر ومهم جدا ضمانات الوصول إلى انتخابات حقيقية والمعايير التي اتبعتها الهيئة وآلية تطوير وسائل التواصل مع الشركاء سينعكس على العملية الانتخابية وتجويدها لضمان شفافيتها ونزاهتها وبالتالي تعزيز ثقة المواطن بها بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب حملة جديدة في مناطق وادي السير لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه نفذتها وزارة المياه والرئي بعد أن تكررت الاعتداءات على نبعة فريدة لبيع مياه غير صالحة للشرب تتم تعبئتها منها حيث تم ردم عدد من الآبار المخالفة وإزالة الخطوط المعتدية الوزارة بيّنت أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للحملة التي نفذتها خلال الفترة الماضية حيث قامت الآليات الكبيرة التابعة لسلطة المياه بالحفر على المواقع المشتبه بها وتبين أن معتديا قام بتمديد ستة خطوط كبيرة بقطر أربعة إنشات وخمسة خطوط أخرى بقطر إنشين كانت تعمل على تزويد صهاريج بيع المياه المخالفة وقد عملت الأجهزة على ردم خزانات مخالفة بالإسمنت المسلح والحجارة والباطون الجاهز شاب عشريني هدد بالانتحار بعد أن صعد إلى أعلى قمة برج للاتصالات وسط مدينة إربد الأجهزة الأمنية المختصة سارعت إلى المكان وتمكنت من إقناع الشاب بالعدول عن الانتحار والنزول من على البرج وقد تمت إحارة الشاب إلى المركز الأمني لمتابعته ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك جدل واسع أثير حول المادة 308 من قانون العقوبات الأردني الذي يجري حاليا مناقشة مشروع قانون معدل له في مجلس النواب فقانون العقوبات لسنة 1960 وتعديلاته لسنة 2010 تضمن هذه المادة التي تعفي مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من الضحية في فقرتنا ماذا لو نطرح سيناريو بديلا لو لم تكن هذه المادة موجودة ماذا لو أردنا أن نغير المشهد فيما يتعلق بالمادة الثامنة بعد 300 من قانون العقوبات الأردني والتي تعفي مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من الضحية باعتبار أنها غير موجودة لو أردنا أن نحق الحق لغلظنا العقوبة بحق المغتصب لتصل إلى الحبس ما بين 15 و20 عاما دون استثناء أيًا كانت الحالة لو أردنا أن نردع المغتصب عن تكرار جرمه لقمنا بعزله عن المجتمع بعد إنهاء حكمه تحت رقابة الجهات المعنية لو أردنا أن نحقق المساواة لعتبرنا كل اغتصاب يقع حتى وإن كان على ذكر سواء كان قاصراً أو غير قاصر اغتصاباً وليس هتك عرض وحاكمنا المغتصب على هذا الأساس لو أردنا أن لا يفلت المغتصب من العقاب لمنعنا إسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا لو أردنا أن نقدم المساعدة والعون للضحية لأنشأنا مراكز متخصصة لرعاية وإعادة تأهيل الضحايا لتقديم الدعم والمشورة لهن ولأسرهن ماذا لو أردنا أن نغير المشهد ونعتبر المادة الثامنة بعد الثلاثمائة غير موجودة ومستبدلة بمواد لا تعفي الجانية وتنصف الضحية لأخذت العدالة مجراها وعقب المجرم على فعله الشنيع ولم يفلت من مسؤولية ارتكابه أبشع الجرائم ولوجدت الضحية سنداً وظهراً يحميها ويرعاها لإحقاق الحق وعدم التهاون في مثل هذا الفعل الشنيع غير الإنساني والذي يخالف كل القيم والأخلاق والأديان هذه المادة أي المادة الثامنة بعد ثلاثمائة من قانون العقوبات والجدل القائم حولها ستكون موضوع نبض البلد الذي يأتيكم بعد نشرة الأخبار مباشرة بهدف توسيع طريق ضاحية المرج لحوية بمحافظة الكرك أغلقت البلدية بالتعاون مع مديرية أشغال الكرك الطريقة لمدة عشرين يوماً وحولت السيرة إلى ضاحية المرج لجسر الكرك الطريق الملكي سابقاً المزيد في هذا التقرير أغلقت بلدية الكرك الكبرى وبالتعاون مع مديرية أشغال الكرك طريقة ضاحية المرج الحوية لمدة عشرين يوماً لأسباب تتعلق ببدء العمل في إعادة إنشاء هذا الطريق نائب رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى أشار إلى أنه سيصار إلى توسعة هذا الطريق الذي يشهد حركة سير النشطة كونه يخدم مناطق المحافظة كاملة مهيباً بالمواطنين من مستخدمي الطريق اعتماد طريق ضاحية المرج جسر الكرك الطريق الملوكي سابقاً كطريق بديل لحين انتهاء أعمال التوسعة المراد تنفيذها الطريق الحوية للمرج حقيقةً هذا الطريق يعني هو طريق حيوي وعليه يعني سير كثيف وهناك يعني مجمع الدوار الحكومية الذي يرتاد عداد كبيرة من المواطنين وكذلك جامعة مؤتئة التي يذهب لها أبناؤنا من المرج ومن المناطق الشمال باتجاه الجامعة وباتجاه المزار ومؤتئة هذا الطريق حقيقةً تم توسعته من خلال آليات الأشغال العامة والتعاون مع البلدية الكرك الكبرى والآن يعني إن شاء الله طرحنا عطاء بقيمة 82 ألف دينار لتوسعة هذا الطريق الحيوي وهو مطلب لأهالي الكرك حقيقة ويخدم مجموعة كبيرة من المواطنين المواطنون أشادوا بهذه التوسعة كون ضيق الطريق كان ينتج عنه حوادث كثيرة إضافة إلى الحاجة الملحة لتوسعته لأن عبور مركبتين باتجاهين كان ينطوي عليه مخاطر كثيرة على السائقين ومرتادي الطريق ويعد طريقاً رئيسياً يسلكه عدد كبير من أبناء المحافظة كل مواطن بلاحظ أن معظم الحوادث اللي بتحصل هي نتيجة سوء للطرق وعدم توسعتها فصارت الحوادث كثير جداً توسعة هاي كثير ضرورية لمنطقة المرج لأن المنطقة هاي شهدت كثير حوادث خاصة بفترة المساء وبس يصير فيه ثلوج وأمور زي هيك كثير بحدث فيها مشاكل شوارع محافظة الكرك غيرها من شوارع محافظات المملكة تتطلب إعادة صيانة والبعض الآخر يحتاج إلى توسعة وهناك طرق وقع عليها حوادث مرورية كثيرة أدت إلى وفاة مواطنين يعاني أهالي منطقة أمقنطرة الشرقية الواقعة في محافظة جرش من عدم وصول المياه إلى منازلهم ما يفاقم من معاناتهم خاصة في فصل الصيف التقرير التالي والتفاصيل أهالي منطقة أمقنطرة الشرقية التي تقع شرق محافظة جرش على الحدود مع محافظة الزرقاء يعانون من عدم وصول المياه إلى منازلهم التي يقطنونها منذ أكثر من أربعين عاما حيث أصبحت مشكلة انقطاع المياه المرافقة لارتفاع درجات الحرارة هم كبير من سنة السبعين ساكنين بهذا الحي من منطقة هاي ما وصلنا مياه نهائي قدمنا لعدة حكومات لعدة مسؤولين لسلطة مياه جرش أكثر من مرة وآخر مرة قدمنا على دور المدير الموجود حاليا منتصر المومني المواشي والدواج وغيرها من الحيوانات التي يشتهر سكان المنطقة بتربيتها أصبحت رعايتها مشكلة كبيرة لعدم توفر المياه في المنطقة خصوصا وأن شراء صهاريج المياه الخاصة أصبحت مكلفة هذا الحي يشكي من قلت المياه من شح المياه ومنشتري التنكات ب20 و25 دينار وعزمة المياه بالصيفة بتعرف ما برضه ب20 ولا ب25 و40 و50 لما يصلنا التنك راجعنا المسؤولين عدة مرات ومن دون فايدة يعني تروح تراجع ويقول لك ما فيش بعيد المياه عنه تقريبا كيلو و700 متر بس تراجع ويقول لك 6 كيلو و7 كيلو واضحة شيء مردود عليه يعني مش صحيح أهالي أم قنطر الشرقية يطالبون شركة مياه اليرموكي باتخاذ إجراءات سريعة لحل مشكلة انقطاع المياه عن السكان في المنطقة خصوصا في فصل الصيف بدأ الأسرى الفلسطينيون المحررون المقطوعة رواتبهم إضرابا مفتوحا عن الطعام معلنين أنهم مستمرون في إضرابهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بإعادة رواتبهم المقطوعة منذ شهر حزيران الماضي المحررون أكدوا استمرار اعتصامهم في ميدان الشهيد ياسر عرفات في الخيمة المنصوبة منذ 42 يوما حيث أنهم لم يغادروها ويعتصمون فيها ليل نهار وقد أوضحوا أنهم لجأوا لإضراب مفتوحا عن الطعام بعد أن تقطعت بهم السبل ولم يستجب أحد لمطالبهم على الرغم من مضي وقت طويل منذ أن أوقفت الحكومة الفلسطينية رواتبهم التي كانوا يتقاضونها من وزارة المالية في مدينة رامالله اعتصامنا هذا مستمر منذ 42 يوم على التوالي دون انقطاع على مدار 24 ساعة يوميا ننام هنا وبعيدين عن الأهل في هذا الضجيج في هذا الحر نحن منذ شهر رمضان في هذا الاعتصام استنفذنا وسائل عديدة من رسائل ومن التوجه للمسؤولين وفي السلطة الوطنية الفلسطينية على أمل أن نجنب هذه المعاناة ويحل أمرنا في إطار سياسة التهويد والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال عرض رئيس حكومة تل أبيب مشروع قانون ينص على ضم مستوطنات كبيرة إلى حدود القدس ويدعو إلى إخراج عدد من البلدات والقرى الفلسطينية من منطقة نفوذ القدس القانون العنصري الذي يحمل اسم إنقاذ القدس كعاصمة ديمقراطية يهودية في التقرير التالي اللعب على الميزان الديمغرافي بحيث تصبح أعداد الفلسطينيين أقلية في القدس هو ما تطمح له القوانين الاستيطانية مشروع قانون فصل البلدات العربية عن حدود القدس هو القانون الجديد الذي يبحث التطهير العرقي لبلدتي كفر عقب ومخيم شعفات تلك المناطق التي باتت وبعدما عزلها الجدار عام 2004 مناطق تفريغ والمنفذ الوحيد للنمو الطبيعي في أعداد المقدسيين المحرومين من رخص البناء سهل عليهم الاحتلال بناء أبراجا في منطقتين كفر عقب ومخيم شعفات وجاء الآن بقانون يخرجهم من داخل حيزي وحدود القدس إسرائيل عندما أقرت القدس الكبرى بال2001 في المؤتمر هلسيليا حدود القدس الكبرى تضم حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية بجدار طول 181 كم هذا الجدار أخرج 22 قرية فلسطينية مما فيها مخيم شعفات ومما فيها كفر عقب وتلك المنطقة بحوالي تقريبا 225 ألف فلسطيني أصبحوا خارج حدود البلدية والعدد بدأ يناهز في المنطقتين حوالي 150 ألف يبدو أن إسرائيل بدأت ببلونات الاختبار من أجل إخراج كل هؤلاء الفلسطينيين من داخل حيزي القدس قانون فصل البلدات العربية يقابله ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بالتجمعات الاستيطانية المقامة عليها لحدود القدس أربع كتل استيطانية بواقع 210 ألاف مستوطن سيضمون إلى داخل حدود الجدار أو ما يسمى بمشروع القدس الكبرى حاليا هناك إجماع إسرائيل سواء من اليمين أو الوسط أو اليسار بأنه اتفاق أصل انتهى وبأنه حل الدولتين بالمفهوم السابق انتهى وبأنه لابد من تسوية التجمعات الاستيطانية التوجه الآن بأنه لابد من ضم التجمعات الاستيطانية رسميا لدولة الاحتلال وبالتالي هذا سيدفع إسرائيل إلى التعامل معها على أنها دولة وبالتالي تغيير القوانين في الداخل وبالتالي سينعكس على مسيرة التسوية ككل الآن إسرائيل ترمي الكرة في الملعب الفلسطيني والملعب الدولي بمعنى أن تجمعات الاستيطانية لا نستطيع التنازل عنها بإمكانكم الحديث بعيدا عن ذلك تبادل أراضي نشر خطط عشرين على خمسين هو الأخطر فمع بلوغ عام الفين وخمسين سيتم بناء ثمانية وخمسين ألف وحدة استيطانية جديدة سترفع عدد المستوطنين في القدس إلى ستمائة ألف مستوطن أي ضعف عدد السكان الفلسطينيين من القدس المحتلة زين صندوق رؤيا لأنه حق مشروع لهم طالبت مجموعة من النشطاء الغزيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبوا وزارة الشؤون المدنية بتقديم طلبات للحصول على تصريح من الاحتلال للصلاة في المسجد الأقصى المبارك هذه المطالبة تأتي في وقت يمنع فيه الاحتلال أبناء قطاع غزة من زيارة مدينة القدس منذ ما يزيد عن عشرة أعوام أبعدتهم المسافات والحواجز عن المسجد الأقصى لكنها لم تقطع أوصال لحمتهم الوطنية والدينية هذه اللحمة التي دفعت مجموعة من النشطاء الغزيين لمطالبة متابعي وسائل التواصل الاجتماعي بالتوجه إلى وزارة الشؤون المدنية وتقدم بطلب للحصول على تصريح للصلاة بالمسجد الأقصى باعتباره حقهم المشروع نحن كفلسطينيين وغزيين لماذا محرومين من الصلاة الأقصى؟ هذا الهاشتاغ انطلق ليؤكد على أهمية النظر لأهل غزة ربما بالذات بالنسبة لأهالي الضفة والداخل المحتل ربما أسهل لهم الوصول الأقصى ولكن أهل غزة أين هم من الصلاة الأقصى؟ على الشؤون المدنية الفلسطينية استقبال طلباتنا وتوجيهها للاحتلال وعدم الاعتراف بهذه الشروط هذا ابتداء ومن ثم إذا ما رفض الاحتلال هذه الطلبات أو لم يرد عليها فسنقوم بتجريم هذا الاحتلال وبفضحه ورفع قضايا دولية عليه هذه الدعوات جاءت بعد أحداث الأقصى الأخيرة لتترجم حق الفلسطينيين بأماكن العبادة والحق بالتنقل والسفر عبر المعابر خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أهل القطاع من زيارة القدس والصلاة بالأقصى والله أنا من حقي كفلسطين وكمواطن يعني أن أصلي في المسجد الأقصى يعني آرضنا وآرض بلادنا ومهبطة ومصر النبي عليه الصلاة والسلام ويعني الأجانب واليهود والأماكن بيجوا على المسجد الأقصى طب إحنا أحق في المسجد الأقصى أن ننصلي فيه أنا بطالب بحقوقي كمواطن فلسطيني أن أصل لمقدساتي هذه حقوق كفلها إن القانون الدولي ولازم إحنا نأديها بدون عوائق الأقصى ليس وحيدا ولا المقدسيون كذلك هذه هي رسالة أهل القطاع والفلسطينيون أجمع طلبوا حلفاءهم مرارا باعتباره قبلتهم وكانوا البادئين بالمحاولة منعوك القناة رؤيا غزة فلسطين أكدت الدول الأربع المقاطعة لقطر تمسكها بمطالبها وشروطها المتعلقة بوقف دعم وتمويل الإرهاب وذلك في بيان صدر عنها عاقب اجتماع وزرائها في البحرين التفاصيل في هذا التقرير ما تزال أزمة دول المقاطعة مع قطر تراوح مكانها رغم التحركات الدبلوماسية السعية إلى تحريك المياه الساكنة ومنع التصعيد في الأزمة المفتوحة الدول الأربع المقاطعة لقطر أكدت في بيان لها عاقب اجتماع في البحرين تمسكها بالمطالب الثلاثة عشر المطلوبة من قطر معلنة استعدادها للحوار مع الأخيرة إن أعلنت رغبتها في وقف دعم وتمويل الإرهاب وزير الخارجية البحريني الذي تل البيان قال إن قطر قدمت الملاذة الآمن لمتورطين في الإرهاب ونشرت خطابا تحريضيا مؤكدا ثبات موقف الدول الأربع والتزامها بمبادئ وقف دعم الإرهاب وتمويله ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى الوزير البحريني أوضح بأن الحكومة القطرية تعمدت إفساد موسم الحج فيما اتهمت قطر السعودية بوضع عراقيل أمام أداء مواطنيها للحج نفية أن يكون لديها سعي إلى تدويل إدارة موسم الحج في مكة المكرمة على خلفية الأزمة الأوقاف القطرية قالت إن وزارة الحج والعمرة في السعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة إلا أن الرياض أكدت في وقت سابق أنها ستسمح للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام بدخول أراضيها مرفقة ذلك ببعض القيود إذن تأكيدات من الدول الأربع المقاطعة لقطر على التمسك بالمطالب وعلى وجود مجموعة خطوات أخرى يمكن اتخاذها ضدها إذا استمر الحال على ما هو عليه محملة الدوحة مسؤولية أي أضرار قد تقع على المواطن القطري جراء تواصل الأزمة المزيدنا الأخبار العربية والعالمية في هذه الجولة وفيها هجوم على السفارة العراقية في كابل وداعش يعلن مسؤوليته وبوتن يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا الأراضي الروسية ردا على عقوبات واشنطن تبادل حزب الله اللبناني وجبهة فتح الشام جثامين مقاتلين من الطرفين في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود السورية اللبنانية وتحديداً في بلدة عرسال بعد معارك استمرت لمدة أسبوع ومن المتوقع أن تنقل الجثامين العائدة لجبهة الشام إلى محافظة إدلب شمال سوريا تعرضت السفارة العراقية في كابل لهجوم تبنته عصابة داعش الإرهابية من خلال انتحاري فجر نفسه بالقرب من السفارة بينما تستمر العملية الأمنية لملاحقة ثلاثة مهاجمين آخرين من دون أن ترد معلومات عن طاقم السفارة يجتمع البرلمان الباكستاني لانتخاب رئيس وزراء جديد بعد قرار المحكمة العليا بالبلاد بإقالة نواز شريف المتورط في أعقاب تحقيق في قضية فساد ضد عائلته وسمى الحزب الحاكم شقيق شريف الأصغر شهباز خلفا له لكن ينبغي عليه أولا الفوز بمقعد شريف الشاغري في البرلمان تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني بزيادة الضغوط الاقتصادية والديبلوماسية على بيونج يانج التي اعتبرا أن برنامجها الصاروخي يشكل تهديدا خطيرا ومتناميا عقب إطلاقها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مغادرة 755 دبلوماسية أمريكية للأراضي الروسية ردا على فرض عقوبات أمريكية جددة على موسكو مستبعدا أي تطورات إيجابية في العلاقة مع واشنطن في الوقت القريب أعلنت السلطات الأسترالية أنها أحبطت مؤامرة إرهابية كانت تهدف إلى إسقاط طائرة باستخدام قنبلة يدوية الصنع مشيرة إلى اعتقال أربعة أشخاص في مدهمات في أنحاء سدني فيما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات المحلية والدولية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد حملة تنظيف شاملة أطلقتها بلدية إربد الكبرى في جميع مناطقها ولكن على عدة مراحل مزيدنا التفاصيل في هذا التقرير حملة تنظيف واسعة في محافظة إربد أطلقتها البلدية لتشمل جميع المناطق والساحات التابعة لها وتأتي هذه المرحلة من حملات النظافة المكثفة في عدد من مناطق بلدية إربد الكبرى التي شملت كل من مناطق إيدون وبشرة وسال والمغير وحكمة كمرحلة ثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى والتي شملت مداخل محافظة إربد الجنوبية إربد عمان والزرقاء إربد بلدية إربد تقوم بحملات مكثفة كما حكيت لك على تعديل الواقع البيئي والحمد لله عم نطلع بنتيجة كويسة ونتيجة ترضي المواطن ترضي طموح المواطن لكن زي ما منعرف كنا الواقع البيئي بالذات مستحيل يزبط ومستحيل يتحسن إلا بمعونة المواطن المواطن هو أساس العمل البلدي المواطن تقع عليها مسؤولية المساعدة أو المعاونة مع البلدية بضرورة إخراج النفايات بموعدها قبل الساعة 10 صباحا وبعد الساعة الثالث مساء لغاية الساعة العاشرة مساء بلدية إربد بقية في حالة طوارئ وعمل على مدار الساعة من أجل إبقاء المدينة نظيفة والتخفيف من الشكاوى البيئية قدر المستطاع خصيصا وأن دائرة البيئة وضعت خطة عمل متكاملة للمحافظة عليها وذلك بالتعاون الكامل بين البلدية وجميع المؤسسات والأهالي وخاصة بعد أن كثرت الشكاوى من قبل المواطنين حول الوضع البيئي والنظافة في المدينة في محطاتنا الأخيرة نتوقف مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر